أهلا بكم في فيديو جديد لفيلم جديد فيلمنا النهاردة أكشن وفنون قتالية اسمه The Immortal Stone of Nirvana أو حجر نيرفانا الخالد قبل من نبدأ ما تنساش تعمل لايك وشير للفيديو وتشترك في القناة لا مش مشترك وتفعل القرص علشان يصلك أشعار بكل فيديو بنعمله في فترة من فترات الصين كان في عيلة اسمها عيلة لي والعيلة دي كانت من محترفين الكونج وفو العظماء واللي محدش يقدر يتغلب عليهم أو يهزمهم وكانت فعلا قوتهم أسطورية بس كانوا شررين بيدعو القبال والعشار المختلفة اللي بيمارسوا في نون قتال الكونج وفو علشان يشاركوا في مصرع أو تحدي مع بعض واللي يكسب التحدي هو بس اللي يدخل بوابة أسر عيلة لي ويقابله زعيم العيلة واللي بيكون مقاتل أسطوري وعنده سلطة ما حصلتش وكمان اللي بيفوز بيقدر يطلب منه أي حاجة يحققها له وبنشوف ان المسابقة فعلا كانت شغالة واثنين من المحاربين كانوا في صراعة مع عدد كبير من الجنود أو المقاتلين التانيين في وسط حلب والناس كلها بتتفرج وبشجعوا لاثنين المحاربين دول وبرغم إصابتهم من شدة القتال إلا إنهم كانوا مكملين بكل قوة وإصرار على الفوز وبعد جولة من المسابقة بيكملوا قتال مع مجموعة تانية واحد منهم كان بيقاتل بسفين وده اسمه لين شاو والتاني كان بيقاتل بإيده بس وكان عنده قوة الكونج وفو السعرية وبيتل في الجنوب وكله قوة وسرعة وما كانش حد عارف يقرب منه حتى وده يبقى ليوشينج ولما عدد من المقاتلين بيتكاتروا عليه بيروح مفاعل قوات السعرية وضربهم بأبضته النارية ويحصل زي انفجار يبعدهم كلهم عنه وبينتصروا هما الاثنين على كل المقاتلين دول في أقل من ثلاث دقايق وكان جايزتهم إن بوابة الحالة بقى بتتفتح وبيروحوا على أصر آلة لي علشان يقابلوا لأمير بتاعهم علشان يطلبوا منه اللي هم عايزينه وساعتها كل الناس اللي بتفرجوا عليهم بيهتفوا بالحرية والجنوب بيصعقوهم برمح فيها كهرباء وبنعرف إن لينشا وليوشينج كانوا الاتنين من التحديد مع بعض هم والعشرتين بتاعهم علشان يكسبوا القتال ويطالب عائلة ليه إنها تديهم الحرية لأن العيلة دي كانت بتستعبدهم وبتخليهم يحفروا في الجبل يدوروا على صخرة نادرة جدا وسحرية بتدي قوة خارقة وساعتها بيمشوا في نفق كبير لغاية ما بيدخلوا أصر عائلة ليه وإنك كان زعيم العيلة أو العشرة قاعد على كرسي متحوط بصخور ضخمة من اليقوت الأحمر وبيقول لهم بما أنهم هم اللي قدروا يوصلوا للمرحلة دي يقدروا يطلبوا اللي هم عايزينه وكان فاكرهم ما يطلبوا فلوس أو سلطة فالينشا وبيتشجع وبطلب منه الحرية لعشرته بس المشهب بيتغير بسرعة من غير ما نعرف ساعتها زعيم عائلة ليه بيستغرب من الطلب وكل اللي بيحصل لنا بنتفاجئ إن الجنود شايلينه بيرموه برى الأصر في الحلبة ومع كيس من اليقوت وكان ساعتها فقد الوعي تماما ولما قبو بيطير من فوق السورة علشان يعرف إيه اللي حصل للين شاو زعيم الجيش لي باي بيرد عليه ويقوله إن الجازة اللي فاز بيها هي لين شاو بس وما كانش فيه أي أثر لليو شينج بس ساعتها الناس كلها بتصوروا بيهجموا على الحراس بس الحراس بيقدروا يسعتروا عليهم بالأسلحة المتطورة اللي معاهم ولما والد لين شاو بيشوف لي باي داخل الأصر من تاني من غير ما يديهم أي تفسير اللي بيحصل بيطير ناحيته علشان يهجمه بس لي باي بحركة واحدة منه بيظهر صعاقة برء من الأرض تضرب والد لين شاو وترمي بعيد وبيدخل لي باي لأصره وبيقوله من المنجم هتوسع من أول الربيع الجاي ويجندوا عمال أكتر منهم وأي والد عدل 12 هيروح للمنجم وتمر السنين وكان لين شاو لسه بغايت ما فيهم بيبدأ يفوق الواحد وبعد بيفتكر اللي حصل يوم المعركة إياها وبيسح يصرخوا ومفزوه وبيتألم في اللحظة دي زوجته بتدخل البيت وبتلايوها على الأرض وبعت ببنته الصغيرة كينجتان تنادل جدها وتعرفوا أن لين شاو فاق أخيرا وكينجتان بتجري في القرية تدور على جدها وهي فرحانة وبتقوله كل الناس إن أبوها فاق أخيرا في الوقت ده كان مجموعة من جنود عيلة ليبيو ينشروا في القرية عن أربق معاد مصرعة المحاربين اللي نين شاو شارك فيها من كم سنة وإن هي حد عنده أكتر من 18 سنة يقدر يشارك وكينجتان بتروح المنجم تدور على أخوها الدونج وتبشروا أن باباهم فاق في اللحظة اللي بتلاقي فيها كان الدونج لها جوهرة ندرة وبيحفر في الصخرة والحي يخبيها بسرعة قبل ما حد يشوفها والظاهر إن هي دي الجوهرة اللي عالت ليبيتدور عليها من سنين وأول ما الدونج بينبس الجوهرة بتحرق إيده بس هو بيخبيها في إزازة بجيبه بسرعة قبل ما حد ياخد باله والظاهر كان عارف إن الجوهرة دي هتساعد أبوه إن يستعيد قوته في الكونجو فو الوقت ده بنشوف راجل غامض بس الشكله بيقوله إن زعيم الليلة دي كلها وبيمر واحدة من أتباعه إنها تدور على الجوهرة وبيديها بصلة سحرية ويقول لها إن أول ما الجوهرة تظهر عبان على البصلة على طول ووقتي مدى يحصل تجيبها له وفجأة بيتحول لغربان كتيرة ويطير في الجوه ويختفيه وعلى ما دونج بيرجع البيت هو بكينج التان بيلاقه كبار العشير من الجمعين ومكتفين أبوه بيحاول يعرفوا منه أي حاجة من اللي حصلت في اليوم المشؤوم ده بس كل اللي كان على لين شاو اللي من ساعة مصحي هو زي المجنون بيرسم دايرة على الأرض ومليانة بالرموز وما كانش لا بيتكلم ولا بيتجاوب مع أي حد من اللي بيكلموه وساعة أخوه لين مانج بيتهجم عليه وكان بيدربه علشان يعرف منه الكونج وفوه بتاعه واختفى ليه وليه هو الوحيد اللي خرج من البوابة وبيرفع إيديه علشان يضربه بس دونج بيحمى أبوه وبياخده هو الضربة بعدها بيروح دونج يتضرب على الكونج وفوه السحر بتاع العيلة واللي كان عبارة عن قوى سحرية في دراع كل واحد منه واللي بيقدر يوصل لمرحلة متقدمة بتكون ضربة منه والقبر زي ما بيقولوا وكان دونج متضايق أنه لسه عند المستوى الرابع لأبضة الزراع وأنه لو فضل كده مش هيرف يدخل مصارعية المحاربين زي أبوه ساعتها ابن ليو شينج بيظهر وبيطار الدونج في القرية ويدمروه وما بيتخنقه لغاية ما بيوصله عند ليه باي اللي بيضربهم هما الاتنين وبيفرض عليهم منهم يتقتله في نفس الوقت كان في أصر ليه الراجل الغمض اللي شفناه من شوية جو يانج ولما بيدخل الأصر بنخبانا من الدائرة اللي بيظهر عليها مرة واحدة وأنها نفس الدائرة اللي ينشأ وبيحاول يرسمها من وقت ما فاء وبتطلع أن الدائرة دي دائرة سحرية اللي بيوافع عليها وعنده قوة الكونجو فو السحرية وزعيم ليه بطارية معينة بيقدر يمتص كل قوته ويرجعوا إنسان عادي جدا من غير أي مهارات ولا قوة واللي عمل الدائرة السحرية دي كان جو يانج علشان يساعد زعيم ليه أنه يسيطر على كل الكونجو فو ويوصل للمستوى الأخير من القوة فمقابل أن يدوره على الجوهر السحرية في الجبل بس المضوع طول وبقاله أكتر من 8 سنين ولسه مفيش تغيير في الوقت دا كان دونج وو يين لازم عليهم أنهم يتقاتلوا مع بعض وإلا هما الاتنين هيأتي لهم ليه باي بس الدونج في حركة مفاجأة بينطمن على المنحضر وكلهم بيفتكروا مات بس وكما يتعلق على الجبل وبيحاول يطلع بس الأسف بيقع في البحيرة وساعتها الجوهرة اللي كانت معها بتنور في المية وقوتها الحقيقة بتظهر بالليل كان كينجي تام بتدور على أخوها لغاية ما بتعرف من الناس اللي حصل وتروح تدور عليه وبنتفاجئ إنها عندها كوة خارقة ويالتلج اللي بيجمد أي حاجة حواليها لما بتتدايق ولما بتشوف ويين بيتخانق معه وبتكبره أن يروح معها يدور على أخوها ويساعدوه لأنه لسه عايش ساعتها كان دونج وائع في البحيرة في كهف وبيفوق على ألم ونار في إيديه بسبب الجوهرة وفجأة بتظهر نار وقوة غريبة بتخرج من إيده وبطلع من النار دي أسلوب الكونجو في السري والسحري واللي الكل بيدور عليه وجوه يانجي كان عارف بمكان دونج وأن الحجر السحري معاه هو ولأنه عارف إنه مش هيدر ياخد الحجر منه إلا بعد ما دونجي تنازل عنه بنفسه لأن الحجر قوته بتروح لأول واحد يلاقيه ودمه ويختلف به وأن الحل الوحيد هي إنهم يطلعوا بخطة وياخدوا منه في مصارعية المحاربين ساعتها كان دونجي بيتضرب على أحركات الكونجو في السحرية لغاية ما بيطقن مهارة قبضة الزراع الأسطورية زي أبوه وفي الوقت اللي كان بيحاول يخرج من الكهف وكان هيكسر الجدار بقوة الجديدة اتفاجئ إن الحيطة بتتجمد وأول ما بيلمها بتتفتت وكان ده بسبب كينجي تان وقوة السحرية لأنها ساعتها كانت بتتخانق مع ويين وكانت بتجمده برا الكهف ساعتها دونجي بيخرج ويلحق أخته قبل ما يحصل لها حاجة لأنها في الحالة دي ممكن تتجمد للموت ولما دونجي بياخد الأحجار اللي كانت مع ويين علشان يعالج أخته ويديها الطاقة فجأة الأحجار بتتحول في إيده لآله بسبب قوته وساعتها الاتنين بيقرروا إنهم يتحدوا ويدخلوا المسابقة مع بعض علشان ينتقموا من لي باي ولما بيرجعوا القرية دونجي بيفجئ الكل وأولهم عمه بمستوى الجديد في الفنون القتالية وإنه وصل لمرحلة قبضة الزراع الأسطورية وجده بيفرح بكده جدا وبياخده على المكتب علشان يوريره كتب الكونج وفو اللي محتفظين بيها علشان يتعلم منهم حركات جديدة ويطور من نفسه بالساعة إيده اللي فيها علامة الحجر السحري بيتنور وبتكذبه نحي الكتاب قديم نص محروق ودونجي بيقرر أنه يتعلم الموجود في الكتاب ده في خلال كام يوم كان بدأت مسابقة المحاربين وأول مرحلة منها كانت في الغابة وكل المحاربين كانوا بيطردوا دونج علشان يفوزوا بكيمية كبيرة من الأحجار بس كان دونج محضر نفسه لكل ده كويس وعامل خط مع وويين وهما الاتنين بيقدروا يتغلبوا على كل المحاربين في الغابة وبيجمعوا المدليات منهم لأنه كل ما جمع مدليات أكتر كل ما كان إثبات إنه هو اللي أضع عليهم وفي الوقت اللي المحاربين كلهم اتجمعوا على وويين ودونج بتدخل البنت اللي بتشتغل عنده جو يانج اللي كانت مهمتها نات تقرب من دونج علشان تساعده يوصل لقاعة أصر لي وفي المرحلة التانية بيوصل للغابة الشيطانية اللي كانت الأشجار فيها حية وبتهاجم أي حد يدخل الغابة بأغصام بتتحرك ولا الأفاعي الأملاقة وبعد ما المحاربين كلهم بيموتوا بيتحبس دونج وويين والبنت اللي معاهم ففخ من الأشجار دي وما كانوش عارفين يخرجوا منه حتى بقوا الدونج في الوقت ده كان ليه باي في الغابة ورجال تلقيوا عرين للنمر الناري الأملاق وشبل صغير وفرح جدا لأن لو قتل النمر ده هيتحصل على قوة رهيبة بس قبل ما يتحرك كان النمر وراه بيقتل كل جنوده وعلشان لي باي يهرب منه بيرميله وخطبته يقولها وهو بيهرب بسرعة وفي اللحظة اللي كان لي باي بيستخدم فيها قوته وسرعة البرق بتاعته وهرب كانت الأشجار الملعونة اختفت من الغابة زي ما يكون هو اللي كان بيتحكم فيها وبيلاقي ساعتها دونج وأصحابه بس هو بيهرب منهم بسرعة مش بيفكر يقتلهم لأن النمر كان وراه ولما التلاتة بيتفاجئوا بيه وبيحاول يهربوا مش بيعرفوا وكان النمر هيقتلهم لولأن دونج تصرب بسرعة واستحضر قوة السحرية وتصدى للنمر الاملاق ده وبيرمي على مجموعة كبيرة من أحجار الياقوت الأحمر وفي لحظتها بيرجع يمتصها من خلال العلامة السحرية اللي في ايده ويفتكر الحركة الأسطورية للمستقل عاشر من قبضة الزراع ويبدأ في تنفيذها وبتظهر وراه دايرة سحرية مليانة بالرموز وولما النمر بيهجي معليه دونج بيسدده لكما بيطيره في السماء بعدما ظهر بشكل عملاق هو كمان وكان مشهد أسطوري بيطير النمر وببخر ويتحول لجوهرة كبيرة جواها كل قوته وساعتها كان ليه باي رجع على الحلب علشان يعلنوه هو الفائز بما أني مفيش أي حد من المشاركين في المسابقة نجح في الرجوع من الغابة وفي الوقت دا في الغابة كان دونج قرى بيفكت طاقته خلاص وقوته بتضعف بس بيظهر لهم شبل النمر وبيروح على دونج زي ما يكون عارفه ودونج واتاب ينادي على أخته اللي كان متفق معاها إنها تتابعهم طول الوقت دا من بعيد من غير ما تظهر علشان يكملوا الخطة بتاعتهم وساعتها بيخليها تاخد النمر معاها ويخليها تحول هو كمان لجوهرة سحرية ويتخبيه معاها في الشنطة لغاية ما يحتاجها وبعدها بيروحوا على الحلبة في آخر دقيقة قبل ما يتم إعلان ليباي إنه هو الفائز وساعتها بيبدأ القتال بينهم الثلاثة وبين ليباي بس لأن دونج ما كانش في كامل قوته وطاقته بيتفق معاويين إنه يقاتل هو ليباي شوية في الأول لغاية ما تيجي اللحظة المناسبة وينفس حركته ليتغلبوا بيها عليه وفعلا ده اللي بيحصل ليباي بيتقاتل معاويين وبيستخدم قوة البرق اللي عنده وسرعته الخرافية وحرفيا ما كانش حد قادر عليه لغاية ما دونج بيبدأ ينفس حركته ويطير هو وويين علشان يشتتوه ومرة واحدة دونج بينزل على ليباي بابضة الزراع ويعمل عجلة من النار بيتدوس على ليباي ويهزمه وبعد ما انتصروا التلاتة بيتم إعلان إنهم هم اللي هيدخلوا قصر ليه بس البنت بتحاول إنها تأجم دونج وتمنع من الدخول بس هو بيتغلب عليها وكمان بيغضر بويين ويضربه وكمان لغاية ما يبقى هو الفايز الوحيد علشان يدخل القاعة لوحده ولين شاو كان بيحاول إنه يحذر ابنه ويمنع من الدخول علشان ما يحصلوش اللي حصله قبل كده بس مش بيعرف يتكلم ساعتها دونج بيكتف ليه باي ويخليه في القصر بس هو داخل بيحس بحاجة غريبة في المكان ولما بيدخل للزعيم ليه ويوقف على الدائرة السحرية وهو مش واخد باله إيدي أصلا الزعيم ليه بيبدأ إنه امتص طاقته وقوها السحرية ومرة واحدة دونج بيقع على الأرض وأول ما بيلمس الدائرة بيشوف كل اللي حصل زمان لأبوه ويعرف الحقيقة إن ليه امتص طاقته وقتل ليو شينج وده اللي بيحصل تاني مع دونج وبتخرج من الدائرة طاقة حمراء بتسيطر عليه وسلاسل من حديد بيتعلق بيها في الهواء لغاية ما طاقته كلها بتتسحب بس فجأة بيختفوا بيقع على الدائرة السحرية لقلوها صغيرة وقتها بيطلع إن ليه باي متفق مع جو يانج على أبوه وأول ما أبوه بيقف على الدائرة ليه باي بيهجم عليه ويطعنه بإيده وفي صدره ويرجع يقعد على كرسى العرش ويبدأ في امتصاص قوت أبوه كلها وبيعمل فيه اللي عمله في لين شاو زمان وساعتها ليه باي قوته بتضعف جدا وبأمر أخوه جيزر إنه يخرج للناس المتجمعين بره وبيحاول يقتحم الأسر ويهديهم وفعلا بيخرج لهم ويقول لهم إن الدونج بيتفاوض مع الزعيم لي دلوقتي وهيفضل معهم كم يوم وبيهديهم خريطة الأسر هدية لعيلة لين في الوقت ده البنت اللي كانت بتساعد دونج رجع التعابل سيدها جو يانج اللي بيعرف إنها غضر بيه وكانت بتحول تمنع دونج من دخول القاع وبيعقبها بإنه بيصيبها بحاجة اسمها إبرة الروح السحرية اللي بتخليه تحكم فيها وما تقدرش إنها تعرضوا وفي قارية لين شاو كانت عيلته وأهله كلهم بتكلموا مع أكبرهم إنهم لازم يقبلوا الهدية ويروحوا على الأسر الجديد بس كينج تان كان ليها رأي تاني إنهم لازم يدوروا على أخوها وهي الوحيدة اللي بترجع تدور عليه وبتروح تتفق مع وويين على خطة وطعفية قدام بوابة الأسر تزعق بغاية ما بيخرج لها جيزر ولي باي وويين كان معان نمر النار الصغير ومهمته كانت إنه يتسحب ويدخل يدور على دونج وأتى لي باي أول ما بيقولها إن دونج مات كينج تان بتفقد السيطرة على قوها وتظهر عليها وتبدأ في التجمد ولي باي بيقرر إنه ياخد قوها دي فبيستغل إنه أخوه بيحبها وعاوز يتجاوزها ويخليهم يعملوا تقوص الزواج على طول وأول ما بتدخل القاعة وتوقف الدائرة السحرية لي باي بيتحكم فيها وبيسحب قويتها السحرية بس جيزر بيحميها وينقذها في آخر اللحظة ويموت هو وفي الوقت اللي كان دونج محبوس في واقع تاني بين العالمين بسبب قوة الحجر السحري اللي معاه وإن ملك الحجر ده هو اللي نقله هنا علشان يحميه من جو يانج وبيظهر الملك ده على إنه تعالى بسحر أملاك جدا بس في الحقيقة كانوا حيوان صغير شبه السناجب ودونج بيتحكم فيه ويكبيره إنه يساعده يرجعه علامه تاني ويتغلب على الأشرار وفقالا بيساعد دونج أن يتعلم بقى الحركات السحرية اللي كانت ناصق من الكتاب وفي الوقت اللي هو يين كان بيتتبع أصار دونج مع النمر بيتفاجئ بالبنت اللي كانت معهم قبل كده وكانها يقتلها بلول إنهم اتفاجئوا بظهور دايرة سحرية من النار في السماء ودونج بيقع منها وساعدتها بيعالج البنت ويسحب منها إبرة الروح اللي بتتحكم فيها وبينتهل بعدها القرية ويجمع أهل ويخليهم يروحوا المنجم لمكان معين هناك بيقع تحت قاعة الأصر علشان في اللحظة المناسبة يدمروه وفي اللحظة دي كان لي باي بيمتص الطاقة كينجي تان وبيدر أن يحرر أخته وكمان بدربة في الأرض بيد إشارة لأهله في النفق ويدمروه الأعمدة اللي شايل الأصر والقاعة بتتدمر وساعدتها بها بتقوم معركة أسطورية بين لي باي ودونج ولي باي كان بسرعة البر ودلوقتي جواه قوة غير طبيعية ومهما دونج ضربه ما كانش بيتأثر لغاية ما دونج بيفتح بوابة في السماء يخرج منها كرات من النار بتنزل على لي باي وتقضى عليه وفي الآخر بيوقع عليه صخرة بس مش بيموت وويين كان بيحاول يهرب كينجي تان وبيستخدم الجوهرة بتاعة النمر ويأكلها للنمر الصغير وفجأة بيتحاول للنمر ناري عملاق بيأكل كل الجنود ولي باي كان لسه بيحارب دونج ويقوله أنه ما يقدرش يقتله وبيتحكم في البرق والرعد بطريقة خوف وما كانش قدام دونج غير أنه يستدع قوة الجوهرة الكاملة وبيزر عملاق وراه وبيهاجم ليه باي لغاية ما بيحبسه في النفأ اللي قدام الأصر وبيحط عليه قوة أحجار اليأوت اللي تحت الأرض لغاية ما بيخليه تبخر وبكده يكون قضى على الشر اللي استعبت قريته لسنين طويلة وانتصر عليهم وحررهم أخيرا وبكده يخلص فيلمنا النهاردة لو عجبكم دوسوا لايك واشتركوا في القناة وفعلوا الجرس علشان يوصلكوا أشعار بكل فيديو بنعمله ولو نفسكم اللخص أفلام معينة أنتم بتحبوها اكتبوا عنا في الكومنتات وإحنا هنعملها ولحد الفيديو الجاي سلام